أعلن مسؤولون في واشنطن أن شخصين قتلا فيما جرح اثنان آخران في صاعقة بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية وقد ضربت الصاعقة حديقة لفاييت سكوير المتواجدة على الجانب الآخر من شارع البيت الأبيض حسب بيان صدر عن إدارة الإطفاء والطوارئ في واشنطن وقد نقل جميع الضحايا إلى مستشفيات محلية وكانت دراسة مهمة نشرت في عام 2014 في دورية ساينس قد حذرت من أن عدد صواعق البارق يمكن أن يزيد بنسبة 50% خلال هذا القرن في الولايات المتحدة حيث أن كل درجة إضافية في درجات الحرارة تعني ارتفاع عدد صواعق البارق بنسبة 12% كما يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الرطوبة في الغلاف الجوي وزيادة سرعة الرياح وهما عاملان رئيسيان لتشكيل الجزيمات المشحونة مما يؤدي إلى حدوث البارق